شهد محور قناة سويس طفرة نوعية خاصة منذ أن أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شارة البدء في إنشاء مجرى ملاحي جديد للقناة وتعميق المجرى الحالية وذلك في خط متوازن مع مشروع تنمية محور قناة السويس بالكامل من أجل تعظيم دور إقليم القناة كمركز لوجستي وصناعي عالمي متكامل تحول المشروع قناة السويس من معبر تجاري ذي أهمية استراتيجية واقتصادية هائلة في حركة التجارة العالمية إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي من أجل إمداد وتموين النقل والتجارة ذلك أن السنوات الخمسة الماضية شهدت سلسلة من المشروعات القومية في إطار خطة التنمية الاقتصادية والتي غيرت معالم المنطقة الواقعة على الضفتي المجرى الملاحي لقناة السويس ما شكل نقلة نوعية وستراتيجية شاملة في ذلك الموقع الفريد بالنسبة للعالم وبالنسبة لمصر وبما يحظى من أهمية واهتمام بالغ شهدت هيئة قناة السويس في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت عدة إنجازات أضافت إلى سجلها تاريخي الحافل وبدأت بتطوير المجرى الملاحي للقناة حيث قرر السيد الرئيس بتعظيم الاستفادة من القناة ودعم مشروعات التطوير وإصدار توجهاته بحفر قناة السويس الجديدة في عام واحد ترجمة نانسي قنقر